أكد قادة قوى الحرية والتغيير في السودان أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا بجهود أبناء السودان وحدهم معلنين فشل كافة الجهود الدولية والإقليمية التي استمرت لمدة أربع سنوات في حل الأزمة في السودان وذلك بسبب حيازها وعدم حيادها وشددوا على تضامنهم مع الجيش باعتباره ممثلا لسيادة السودان وقادرا على إعادة البلاد إلى بر الأمان وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير السودانية جعفر المرغاني قال خلال مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير عقد تحت عنوان نحو حل وطني شامل وبشراكة حقيقية لإعلان قارطة طريق الحل المشكلة السودانية قال إن الأوضاع الحالية في السودان وصلت إلى أوضاع صعبة للغاية بدوره وجه رئيس الحراك الوطني في قوى الحرية والتغيير الدكتور تيجاني السيسي وجه خالص الشكر إلى مصر وحكومتها على استضافتها لجموع السودانيين الذين هربوا من أثار الحرب في بلادهم من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الأمة السوداني عضو قوى الحرية والتغيير محمد عبد الكريم ضرورة التخلي عن الحيادية في الحرب الدائرة في السودان دعيا الجميع إلى الوقوف مع القوات المسلحة في هذه اللحظة الفارقة ترجمة نانسي قنقر